طيب نيجي للآية الكريمة إيه اللي بتتكلم عن التوبة؟ نعم ومن هنا برضو بنقول للناس اللي غلطت الغلط ده هل يعني باب التوبة مفتوح؟ يلا نتوب إيه المقصود بالتوبة؟ وإيه الفرق بينها وبين الاستغفار؟ التوبة دي منزلة تصاحب الإنسان طول حياته في سيره إلى الله سبحانه وتعالى هي منزلة مصاحبة لي يعني مش الإنسان بيرتكبها في توقيت ويتخل عنها في توقيت آخر ربنا سبحانه وتعالى في كتابه الكريم قال وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون وقال ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون ففي الآية دي تأس من العباد لصنفين من همش تالت تائب وظالم ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون فما فيش صنف تالت مترد ما بين الاتنين ظالم على طول على طول ظالم لنفسه في المقام الأول التوبة معناها الندم والرجوع حقيقتها الشرعية إن الإنسان إذا حصل منه زلة فإنه يحصل في قلبه ذلك الندم والندم ده بيكون ندم حقيقي مش ندم الكذابين اللي هو بيتمنى لو أنه لم يفعلها بيتمنى لو أنها لم تقدر عليه فيحصل ندم وتأسف وتحصر الندم ده الإنسان يعرف يميزه الحقيقي من الزائف فعلاً لما الإنسان يفوته عرب من أعراض الدنيا وكان بإمكانه أنه يحصله فيندم يقول ياريتني روحت أو ده الندم أهو فأنت عاوز صارف الندم اللي في قلبك حقيقي أو زائف قيسه قرنه وقيسه بالندم على مثل هذه الأشياء لو وجدت أنه هو ندم حقيقي كده فيه تأسف وتحصر حقيقي اعرف إن ده الندم المطلوب إذا وجدته ندم مرئ كده اعرف إنه إيه؟ لا ده بيقول عليه ندم الكذبين الندم والإقلاع عن المعصية من ندم الكذبين برضه أو من توبة الكذبين إن الإنسان يقولك أنا تايب وفي نفس الوقت وهو مقيم على الشيء اللي بيتوب عنه طب أنت بتوب من إيه؟ طب أنت مقيم أنت مكمل أنت مكمل بالضبط فيقلع عن المعصية أو عن الشيء السيء اللي بيعمل ويعزم على عدم العودة لازم فيه قرار بينه وبن نفسه إن أنا مش هرجع لهذا الأمر مرة تانية أبدا كونه يرجع بقى ده أمر آخر لكن المهم العزم أصلاحنا مش معصومين إحنا بشر والإنسان ضعيف والإنسان قد يختبر ويجي له الاختبار في لحظة ضعف فيخفق وربنا سبحانه وتعالى لو أننا لا نذنب لأذهبنا وجاء بقوم يذنبون فيستغفرونه وفيغفر له ده ده كان سؤالي لحضرتك اللي هو إيه الحكمة إن ربنا سبحانه وتعالى خلق البني أدنين بيغلطوا بيذنبوا ويستغفروا وبعدين يغلطوا وبعدين يوتوبوا وبعدين يغلطوا تاني هل في حكمة في ذلك إحنا نعرفها يعني؟ وفي حكمة وأنا هقولها لحضرتك لما انتهي بس من كلامه على حقيقة التو يبقى الندم الإخلاع العزم على عدم العودة فيه واحدة ربعة أو خلاص كده؟ الربعة دي بتبقى لما يكون الزنب متعلق بحد تاني غير ربنا سبحانه وتعالى لما واحد بيعصي الله سبحانه وتعالى ولا عزه بالله يبقى ده زنب بينه من ربنا لما يعمل زنب متعلق بحد من العباد زي مثلا الناس اللي يكونون بمثل بيهم سخروا من بني آدم أو اتريعوا عليه أو اغتابوه أو كذا لازم يروحوا يتذرولوا لازم يستحلوا منه هذا الزنب أو هو يسامحوا طيب الخروج من مظالم العباد والخروج من مظالم العباد مش محصور بس في أنه سخرت أو كده ممكن واحد يسرق اعتدي على حق من حقوق أحد يجرحه ويكسر بخطره كل دي حقوق معلقة في رقبة الإنسان نعم فعلشان ربنا يتوب عليك تقوبة حقيقية إذا كان الزنب متعلق بحق من حقوق العباد لازم تستحله بيجي هنا سؤال